اشتركوا في القناة الرياضة والعمل الاجتماعي حيث انه ترأس سابقا نادي الوحدة المعروف حاليا بنادي النجمة وحاليا يرأس الاتحادين البحريني والدولي للرياضة للجميع تقديرا لانجازاته نال على العديد من الجوائز والميداليات التقديرية كوسام الكفاءة من الدرجة الاولى من جلات الملك حمد بن عيسى الخليفة والميدالي الفخرية من اللجنة الولمبية الماليزية رحبوا معي بالناطق الرسمي باسم كتلة شراكة السيد عيسى محمد عبد الرحيم السلام عليكم سيد عيسى سيد عيسى لقائنا اليوم حتى نعرف مشاهديننا اكثر بكتلة شراكة وبالسواق الانتخابي لغرفة تجارة وصناعة البحرين سؤالي الاول حضرتك هل من الممكن ان تعرف المشاهدين اكثر عن غرفة التجارة والصناعة وعن الادوار والمناصب اللي شغلتها ضمن الغرفة اولا احب ارحب فيكم واشكركم على لقائنا اليوم ابسط تعريف للغرفة هي انها الجهة المعنية بتمثيل التجار ونقل اراءهم وهمومهم الى الجهات المعنية الغرفة مشكلة بـ 25 لجنة قطاعية دائمة و 15 لجنة مشتركة مع الوزارات المعنية و 26 مجلس عمال مشترك مع الدول مع كل الدول الموجودة وبالاخص دول الخليج العربي كذلك تحتوي الغرفة على اكثر من 90 موظف متخصصين لخدمة العضاء المناصب التي شغلتها خلال السنوات الثمانية الماضية وخلال الفترة الحالية كنت عضو مجلس دارة في الاول اربع سنوات الماضية وفي دورة 2014 عضو مجلس دارة والامين المالي ورئيس لجنة الانشاءات سؤالي تايل حضرتك ما هي الاسباب اللي دفعتك الى الترشح وخوض السباق الانتخابي لغرفة التجارة والصناعة اما بالنسبة لاهم الاسباب التي دفعتني الى خوض غمار السباق الانتخابي هو تمثيل القطاع الخاص وبالاخص اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشكلون الجزء الاكبر من الاقتصاد البحريني كذلك بسبب احساسي بالمسؤولية اتجاه صحاب العمال ورغبتي بمساعدتهم وازالة العوائق التي تواجههم خصوصا في ظل الظروف الراهنة والتحديات تواجه الاقتصاد المنطقة طيب استاذ عيسى هل من الممكن انك تقول لنا ما الذي يميز اعضاء كتلة شراكة عن غيرهم من المرشحين الذي يميز كتلة شراكة تم اختيار اعضاء كتلة شراكة بقمة العناية وتفحص دقيق وكبير وكان السبب على ذلك هو رغبتنا في تمثيل جميع شرايح واطياف القطاع الخاص ورغبتنا في جمع اكبر كمية من الخبرات التي تستطيع خدمة اعضاء الغرفة حاليا كتلة شراكة مزيج متجانس من كبار التجار وصغار التجار بالنسبة لصغار التجار عندنا ممثل من ممثل رئيس جمعية المأساة صغيرة متوسطة وعندنا بالنسبة لقطاع الصحي هو قطاع جديد بالنسبة لنا في الغرفة وعندنا الدكتورة الامياء ممثلة لقطاع الصحي سيد عيسى حابة اسأل حضرتك في حال نجاحكم في الانتخابات ووصولكم لمجلس ادارة ظروفة تجارة وصناعة البحرين ما هي رؤيتكم وما هي الاهداف التي سوف يتم التركيز عليها؟ رؤيتنا هي العمل من اجل تحقيق اهداف ومطالب القطاع التجاري البحريني والمساعدة في صياغة قوانين تجارية عادلة وبيئة استثمارية جذابة ومستقرة اما بالنسبة لأهدافنا كثيرة نريد حل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص البحريني على النمو ايضا نريد تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية ونحن نحرص كل الحرص على احتضان مشاريع وابداعات الشباب ودعم كل ما يقوي ثقافة ريادة الاعمال في البحرين والسعي والمثابرة من اجل تطوير اوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونها اهم مكونات اقتصادنا الوطنية سيد عيسى سؤال الاخير لحضرتك ما هي الرسالة التي تحب ان توصلها الى التجار واصحاب الاعمال في المملكة؟ رسالتي الاخواني واخواتي التجار واصحاب الاعمال انهم يقومون بواجبهم اتجاه اقتصاد المملكة واتجاه انفسهم بان يختارون المرشح الذي يرون فيه الكفاءة والقدرة على خدمتهم وواجب اقول اننا في كتلة شراكة محل ثقة وقادرين على خدمتكم وانجاز متطالباتهم ومساعدتهم في مواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية ولذلك اخواني واخواتي لا تنسون انكم تحضرون بكثافة الى صناديق الاقتراء في مركز عيسى الثقافي يوم 10 مارس والتصويت لانا عيسى عبد الرحيم وتصويتون لاخواني واخواتي اعضاء كتلة شراكة مشاهدين الكرام لا يسانا في نهاية لقائنا الا ان نشكر حضراتكم على حسن المتابعة وان نشكر السيد عيسى عبد الرحيم على هذا اللقاء الممتأ كان معكم خميس الجبوري مع السلامة وفي رعاة الله